بشكل شبه يومي تشهد المدن التركية حوادثاً إرهابية تضرب مؤسسات الدولة وتستهدف قوى الأمن والجيش آخر اعدداء تمثل باستهداف القصر العدلي في مدينة زمير وأدى إلى عدد من الضحايا بين قتيل وجريح المدن التركية تحولت إلى مرتع للإرهابيين بمختلف تنظيماتهم لهذا ليس من المهم معرفة من قام بالعمل الإرهابي سواء في أزمير أو في أي مكان آخر المهم هو من جلب تركيا إلى ما هي عليه الآن رموز الحكم يتحملون مسؤولية العمليات الإرهابية التي تحدث فسياستهم الخارجية الخطئة التي دعمت الجماعات الإرهابية في المنطقة هي السبب الرئيسي لارتداد الإرهاب ويرى خبراء في شأن التركي أن الإرهابيين الذين ينفذون عملياتهم هم من المقربين لنظام أردوغان ففي حادثة مقتل السفير الروسي تبين أن عنصر الأمن كان يقاتل في صفوف جبهة النصر الإرهابية في سوريا أيضا ومنفذ عملية الملحى الليلي في اسطنبول في رأس السنة هو من الجيش التركستاني ومن الإيجور المدعومين من قبل نظام أنقرة وقيادي مقرب من المخابرات التركية قالت عنه أنه جاء من سوريا أردوغان صرح بأن تركيا لن تنعم بالأمان ما لم تنعم به سوريا أردوغان فهم بأنه لن يستطيع الاستمرار في سياساته وأنه خسر حربه في سوريا لذلك فهو الآن يستغل العمليات الإرهابية في الداخل التركي لصالحه للخروج من المأزق السوري فهو عقب كل عملية إرهابية يطلق تصريحاته بوجوب مكافحة الإرهاب في عموم المنطقة وأنه على أوروبا وأمريكا أن تدعم تركيا في حربها ضد الإرهاب سياسات الحزب الحاكم وتدخله في شؤون دول الجوار والدعاءاته بتصدير الديمقراطية إليهم وتورطه في دعم الإرهابيين كانت السبب في جلب الإرهاب إلى الداخل التركي حسب معارضين لهذا النهج كانوا ينصحون الحكومة بعدم التورط في المشروع الغربي الهادف إلى تقسيم سوريا والمنطقة لطالما حذر معارض سياسات الحكومة من ارتداد الإرهاب إلى الداخل التركي والآن هم ينصحونها بإصلاح ما أفسدته عبر العمل المشترك مع دول الجوار للقضاء على الإرهاب صالح ابت الفتاح الإخبارية السورية أنقرة